ينبس مهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبضاء المولد كربلائي ينبس مهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبضاء المولد كربلائي يا قلبي طير من ظنوعي أسرع من دموعي يحتي عن موضوعي لحسياني من صدق حبيت وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا قمر بني هاشم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا زين العباد صلى الله عليك يا مولاي أيها الشهيد وابن الشهيد يا علي بن الحسين السلام على بقية الله في أرضه وحجته على خلقه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أحبة مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المواليد والأفراح الشعبانية وأنا وإياكم إن شاء الله في هذه الليالي نفرح على حب محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين وعلى هذه الشاشة المباركة ومع خدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اليوم معنا خدمة قد عرفوا في الوسط الحسيني بحسينيتهم وبشجاعتهم الحسينية مع الأب والذي أرحب به وإياكم معتذرا أنا أصغر من أنه أكون بخدمتك الشاعر حسين أبو عراق ويحفظك وتشرف بخدمتك هاي الليلة أنا إلي شرف اليوم جالس بجنبك إن شاء الله وبهذه الخير والبركة والأخي الحبيبي الرادود أحمد الخطاجي الله يغفقكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله مباركين إن شاء الله هاي الولادات الميمونة يعيد عليكم إن شاء الله بالأمان والصحة والعافية يا رب جميعا إن شاء الله شرفنا الليلة أنت شارع أبو عراق العظيم وأرحب أخوي وصديقي من سنين طويلة أحمد الخطاجي وشرفتني الليلة أي والله كل الهلالي أحمد الحتشامي أنا مشتبه لأك أعذرني حبيبي أبعد روح كل إحنا واحد يسمك إن شاء الله يسمك إن شاء الله سبق لساني أظنني مو إنه ناسي يعني أنت غلطتني أنا أعرف الحتشام أنت غلطتني أنا سبق لساني إنت أدتها علي وأنا تمّل وإنت مني كلها واحد كلهم يحبك إن شاء الله الله يخليك يسمك إن شاء الله واليوم نبدأ نظامنا ملة في كل ليلة ولادة نبدأ من صاحب الولادة والليلة يما أبو فاضل سلام عليكم بس قبل أن نروح لأبو فاضل هذا السؤال سألت البارح الخدام الحسين وأنا أحب أسئلك الخدام الحسين لأن هذا السؤال الإجابة ما لتهي بيدرس وهذا تسجيل وتوثيق ويبقى مستقبل للأجيال وراح تجي خدام تسمع أكيد الباية الأولى والخطوة الأولى لخذ بيدك الاحسين بيح يا باية شنون السؤال إبراهيم الباية والخطوة الأولى المشيت بيها الطريق الحسين اللي أنت بديت بيها حسين وعراق والله يعني أنا ما أخفي كسر ويمكن الوسط الشعري يعرفني أنا أول ما بديت ما بديت غير يعني ويل حسين عليه السلام أكو بعض الشعراء مثل بدايتهم الصير الصير بغير قصايد وهاية أنا بديت الباية الأولى شنون بديت يعني بديت يعني بديت يعني أولا أنا تنيت أهوى شعر وأنا طالب بالإعدادية أهوى شعر وأحفظ شعر فجيت زاير لإمام حسين عليه السلام قلت لأبو علي أنا عندي يعني عندي عندي فشي الداخلي بسألي لك الطلعة بجيت ببابة رجعت كتبت الله يعني أنا حس أكو في الشي بداخلي بجي مجه يطلع أكو موهبة بس الحسين انطاني انطاني يعني الحسين اكتشف حدنا أكيد أكيد الحسين اكتشفها وانتشنت شاعر واجيت وظفت شعريتك بعد ين لا لا مستحيل أنا يعني كل الوسط أنا بدايتي أنا بدايتي يعني كنت كنت القصيدة اللطمية بديت أكتب قصيدة اللطمية يعني بداية التسعينات يعني يعني طالب بالإعداد وحفظ الشعر وهو الشعر بس أحس أكو في الشي بداخلي بس مني طلعه فالإمام الحسين عليه السلام أذكر هذه الحادثة لحد الآن بتيت ببابة بيكلي أبو علي أنا أكوف الشي بداخلي وأريدك تطلعه وأعاهدك أعاهدك من هاليوم إذا كتبت ما أكتب إلا إلكم والحمد لله والشكر الحمد لله والشكر التوفيقات الإمام الحسين والله السادة إبراهيم ما تكر يعني ما كتبت من الله بس يعني إن كانت كتابات بسيطة تعرف التبذات الشاعر كتابات بسيطة كل شي بس أذكر أول قصيدة كتبتها أنا لبو فاضل عليه السلام سلام الله لبو فاضل يعني أنا ما أذكر ها بس هي القصيدة الأولى كانت وكتبتها السادة إبراهيم بيام الطاغية الملعون كتبتها على شمعة طافية الكهرباء كانت وقلم رصاص أذكر لحد الآن كان مصاص أكيد كان صغير 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 الوضعية كانت كلها كانت كانت ما تحمل ودفتر يعني لحد لحد لها محتفظ بي بالمناسبة عزيزي والله محتفظ بي يعني هذا أعزم عندي أعزم عندي هاي الكتابات الأولى هذا راس مالك راس مالي والله والله راس مالي بوفية متروسة وهو ماذا منهم موجود يعني أحس يعني مرات إذا مثل في تحول بوفية ووقع دفتر قلبي يوقع وياه وإن بسيطات يعني هن ما ينقرن هسا بس أنا محتز بي طبعا هو هذا تحسن مالاتك الصدقيات البداية أحسن هن البداية يعني مو أس أحسن أبو عراق يقدر يكتب القصيدة مثل ما يقول وهاي لا دنيت البداية شون مثل ما يقول تعبت به تعبت به وعلى شمعة وعلى تعبت به تحسن سر التوفيق أكيد أكيد هن ذني وعلا وكنت تقراهن بالمناسبة كنت تقراهن أنا بالبساطين وبالسيارات والعالم مثل ما يقول تندمجوا وياهن وتتفاعلوا وياهن بس هن مو يعني هن بسيطات هن كدهن بسيطات إذن بهن سر توفيق سر توفيق هنا ذني رواي قبل ذاكرها الإمام علي سلام الله عليه يقول نحن أهل بيت نشكر القليل الله الله نحن أهل بيت نشكر الله الله يقول القليلات مداما بهن صدقني هم يرادها قصيدة هجي هم يرادها قصيدة هاي صدق رابط هاي بها سالفة هاي علي بن أبي طالب ويا عمر بن الخطاب فصارت وعمر هالشكل اتحدث مع الامام علي بكلمات الامام علي كان المفروض يتصرف فيها غير تصرف لان اكو موقف فلأجل فرد امر بسيط لانه استلطف الكلام حتى الامام يلين وياه لانك لطفت بالكلام فانه اتركك اعفو عنك لان اهل بيت نشكر القديم وياه الملعون نفس السؤال انقل الملا احمد الحتشامي وانا اعتذر اصحح سبق لسان انا شرف العظيم لي اني قاعد مع القامل حسينية العظيمة ابو عراق شيخنا العزيز ابو عراق وليه من بعد الشباب نقول عمنا يعني عمنا كبر مقامه ايه كبر مقامه ايه كبر مقامه من لحمد من الروادية للخلص يعني احس بي احس بي انا يعني من المواظبين على مجال الهلماء افتخر بي حقيقة حمد الله وشكر يعني نتعلم منعدكم الله يزك في دور احمد لا مجاملة ولا قدام علام ولا اشياء الله شاهد نتعلم منعدكم الله يزك بيك البركة من لحمد ان شاء الله ان شاء الله من لحمد تذكر الباية الاولى البديت بيها ايه اذكر الباية ايه اذكر الباية ايه بديت خدمت لي الحسين سنت الالفين سنت الالفين ايه طبعا انا عرفت الصوت عندي من كان عمري يعني الرابع ابتداي كان معلم من المعلميننا الله يحفظه السادة عبد العظيم ابو زياد هو حي يرزق الحمد الله يطيه الصحر هو اللي كشف صوتي لان كان معلم اسلامي فهو اللي علمنا على التجويد قال يجود انطيه درجات فعرفت عندي صوت بس اللي اللي خلانا فوت بطريق الخدمة الحسينية الله يرحمه الشاعر الحسيني عبد الرضا هيشل الكربلاي رحمة الله عليك هذا الرجل انا كل مجلس اقرالي فاتح رحمة الله عليك كل مجلس الى يوم القيامة انا اظل اقرالي فاتح لان هو صاحب الفضل كبير عليه استاهل من بعد اهل البيت عليهم السلام هو جابني وكان محلة اذكره بحي المعلمين يم جامح حي المعلمين احنا كان بيتني قريب عليه ويجأج يومي الظهور يقعد بالمحلماته ويطيني القصايد والمواليد اذكر ايام شعبان حتى القصيدة لحدنا ذكرنا همنا بودادك يا حسين ما نزل عنك يا حسين لحدنا ذكر قصيدة هذه همنا بودادك همنا بودادك يا حسين ما نزل عنك يا حسين ورباني على منهاج حمزة الزغير رحمة الله على كاظ المنظور وعلى وطن الجيل الحسيني ايه فعلمنا على هذا منهاج على هذا الدرب هذا مجيل الفرنت والله وعندنا نطلع وعندنا نطلع ببساتين ما للحر هاي البساتين منها عايش به وقت هذا الزمان وعندنا نقرأ البساتين لطم ما لطم وكذا وكان دعق لطم زماني يعني من من تحضر مجلس لطم ذيك الشباب الحسينية وذيك الدقة الحسينية وكان الخوف وكذا وماكسماعه يعني الأجواء كان أجواء غير حياته غير الخدمة غير وعراق السوالف هواي ويالحسين ما تخلص بس إحنا بس إنتم الثنين وياكم أساوه حلقة ثلاثين يعني برنامج ثلاثين حلقة سوالف على الحسين ما يخلص الله يحب لك الله يحب لك لأن كل سوالف نبيانه هي الحسين وأكيد كل يوم لو كل شهر موقف ويالحسين ما تخلص أكيد هو هذا يسؤل بيهم في المواقف يعني أمو الله أحمد مواقف لحد الآن أكو طعم بيهم أكو طعم بيهم يعني من نستذكرهم أستاذ إبراهيم والله العلي العظيم يعني تبكي بدمك حسرك وحسرك أستاذ إبراهيم نقرأ بالبستان الأمن والشرطة والمخابرات وما تدري يا ساعي دهمون بيتك ولا تصوير بينك ما بين الله الرادود ما لا علاقة ما لا علاقة ما الشاعر المنوه ما لا علاقة في الموضوع يقرأ القصيدة حتى اسم الشاعر من عفوه الله تقرأ تقرأ القصيدة أبو عراقي صعد يقرأ القصيدة ما لا علاقة الموضوع حافظها كاتبها العالم عائشة بالأجواء والله من استذكرة وأنا بالمناسبة خل أقلك شغلة لي قدام أسا احنا بما استذكرنا هاي ويحسبوه عليه خل كل الروادين يحسبوه عليه كل الشعراء يحسبوه عليه حسبوه عليه ما يخالف أنا اليوم أخوكم الشبير حسين أبو عراق صدقني 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 والله العلي العظيم وإحنا بجوار الحسين عليه السلام الرادود إذا يقرأ القصيدة وما يقول اسم الشاعر ثلاثة رباحهم يبطلون الشعراء صح ما جامل صح لا مصح صح الله العظيم استاذ إبراهيم وأنا مسؤول وهذا الحسين يمي الثلاثة رباحهم يبطلون يكتبون لطمية ما جامل صح ليه وين الاسين واحد يقل واحد يقل قصيدة مشكلة مشكلة ليس نحن استذكرنا نوجع نحن من لحمة تذكرني بين ما بين الله الرادود إلى كل الروادي كلهم كلهم بلا استثناء كلهم بالعراق أصرف لك البر بالله عادي كانوا يقلون ومفتوحة بس كلهم بالعراق من الملقى أصغر واحد كلهم كانوا يقلون بالبساطين كلهم كانوا يقلون بالبساطين ما لهم علاقة بالشاعر والشاعر متفاخر بأن هو يقرأ يقرأ للرادود وحتى لو لم يتكر اسمه لأن أمن هو شرطة صح ما يذكر اسمه بس والله أدى فخر اليوم أخلاص أخلاص اليوم انقرت لي قصيدة من هو من هو شاعر ما حاجزت جلسم بالديوان مالحسين مشكلة 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 سلام الله انت عندك علاقة خاصة بابو فاضل ايه والله انت ليش هاي العلاقات لا أنا علاقتي أنا علاقتي أزيشي بالحسين عليه السلام سلام الله أنا أزيسا أصرفت لك خلف الكواليس قلت لك القصائل التي أكتبها أكتبها للعباس تطلع الحسين أكتبها للعباس تطلع الزينب الإمام العباس كم من القصائد أنا كاتب له ولكن العلاقة الوطيلة بالحسين عليه السلام لأن لا فرق بينهم ماكو فرق ماكو فرق بس هو كل من كل من يشوف روحه يعني ما أعرف حس وجودك بهذا حس وجودك بهذا يعني كل الشعرات تسعدهم يقول لك أنا علاقتي أبو فاضل أغلبيتهم صح معاشرهم معاشرهم وقاعدين يقول لك أنا علاقتي أبو فاضل وتلقى القصائد أسأل شيء أبو فاضل أنا كاتب لأبو فاضل بس الحسين ما أخذ كل وجود كل حالات أغلبيت نسمع لأبو فاضل السلام الله عليك سلام الله سلام الله سلام نقرأ لك مقطعتين لأبو فاضل يقول شفي أن يملك كل بشر ربك جعلهن آية شفي أن يملك كل بشر ربك جعلهن آية بيهن معاول تنقلب وبيهن يشيل أن رأيه الله قابيل بشفوف وكتل ويوسف أخوته هواية وعباس على رأيه كتب يا حسين أنت الغاية ع الكوثر يشفوف القمر هناك تلقى تشفين ما يسبيل يوزع عن ما يبثوابك يا حسين الله على الكوثر تشبو في القمر هناك تلقى تشفين ماي السبيل يوزع ماي ثوابك يا حسين لن صوت منه على السم عطشان بس تسمع زين هالماي ربك جاعلة حصرا الخدام حسين الله الفاتح يلبس ذهب مجبور يلبس صفر الفاتح يلبس ذهب مجبور يلبس صفر والفاتح مجلس عزي بعاشور بعد صفر ولو غافلي ينبهك تحس بدانك صفر جاي بحزن يا حزن كون تعرف ما يبي ابتشب دمع لاترك جود الوفة ما يبيه بدرس الوفة ما اخذ بس البطل من يبيه حباس من ياخذ والباقي كلا صفر الله صح لسانك الله يعزك الله يحبك الله يحبك ايو علي باركاته ابو فاضل سلام الله علي صدق الباقي كلا حصيك عزك صدق طول عمرك الله يحبك يوفك ان شاء الله بس الروح اريد قصيدة منك تحس نفسك صدق يعمل بالصالب بها قصيدة يعمل بالصالب بها وي تفعونik انت صدق من التوقف اقبال ابو فاضل اذا تريد تسولف اياه بيها تريد تدورها تريد تطلحها حافظها امن التراث بس انت تسولف بيها ابو فاضل لا يسولف بيها بقصيدة ابو فاضل يسولف بيها بوجدان بشعور بدمعة ايه مو مع القصيدة يعني تحير يعني يسولف عنها بالعباس تحير صراحة وشماتري يسولف عنها يعني يوقف اللسان ويعجز الفكر والقلم والكتاب كل هكذا بس طلعت قدام هاي القصيدة بعد اقل لي اسمك ملك وجداني يا بالفضل اجمل ذكر باللسان يا بالفضل اسمك ملك وجداني يا بالفضل اجمل ذكر باللسان يا بالفضل يا بالفضل يا بالفضل شفت المناقب تعتلي تزف البشارة واتهني امك فاطمة باجمل عبارة من ام البنين ارضعيت در الصدارة من ام البنين ارضعيت در الصدارة شعبان ما اولودي القمار رفعت شعارة شوق القمار غذاني يا بالفضل يا بالفضل اجمل ذكر باللسان يا بالفضل يقول يا علت قلوب الملئ وتحبك الناس لازم نواز يعللي ذكرك سيد احساس يا بالفضل والدنيا ريج فتلو جبيت طارية عباس شعبان يتنوم اسفخار ويوزع الياس كحلت بك جفاني يا بالفضل اجمل ذكر بالسالي يا بالفضل هذا البيت شوي حلو يعجبنا انا حبه بصراحة اتوضى بحروفك وفيه وبعمري ممنون يا ساكني قلوب البشار يا نور العيون عباس يدروني صورت بك انا مجنون للدين منهاجك فخار ونوصفك شلون بك نعرف ايماني يا بالفضل اجمل ذكر بالساني يا بالفضل يا بالفضل دخيل ابو فاضل دخيل ابو فاضل سلام الله عليكم وفدوا الاسم ابو فاضل سلام الله عليكم تروح غير عالم ويا بو فاضل احساسك مشاعرك ماشي والله حتى لسانك بعد ما تعرف السور ايه والله ايه والله اقولنا استاذ حسين ابو عراق اردسولي في بكل صراحة تعرف احنا بالوسط والشعرة والرواديد نعرف اصدقانا واخوتنا والجمهور الحسيني ابو عراق فترة قام يحشون عليك كام يحشون عليك ابو عراق يحشي عن رواديد ويحشي يحشي الخدام الخدام بشكل عام سامح قصى بيهم سامح وسمعت يقولون ابو عراق رد قال انه ما ترك لي الحق من صديق طشرهم كلهم ولك الا ان قليل بقوياك صديق اللي ثابت على دربه الحسيني لياش هالشكل حتشو ولياش هالشكل ردبوا عراق استاذ ابو عراقين انا سبق وين قبل قبل لا نطلع مباشر سالفة ويا ملاحمد قلت للحسين خطه مرة حسين خطه مرة انا عندي حسين خطه مرة انت اليوم كلها تخاف المقدم يخاف والخطيب يخاف كلهم يخافون كلهم تخاف المقدم يخاف مقدم برنامج الحسينية يخافون الخطيب يخاف الشعراء اغلبيتهم يخافون يخافون لياش سالح منه هو يقدر يسولف الشعراء مو لا شعراء بلهم شجعان بس اكو بيهم يخافون يخافون البعض من عندهم يخافون انا قائله ليش يخافوا يخاف لان هذا تعرفه بالموكب بعد ما يدعي الخطيب اذا حجر سنتلاق ما يجيبوا لان هذا الردود الى كلامه بالموكب المقدم بعد ما يدعي المقدم بعد ما يجيبون لانه شغلته الشعراء والرواديت يقل انت شون تتمسهم هذول هذول خدام الحسين بس اسئلك بالله الطرحت انا صحيح لو مو صحيح ما جامل والله صح مو صحيح يدارون خبزتهم ها يدارون هم الناس يداري مصالحة يداري مصالحة والداري خبزتهم الناس فانا بالنسبة لي يدعيني ما يدعيني ما لي علاقة بينه انتش قلت وحشوهيت انا اول ما قدمت نفسي انا بالقصيدة الاولى قصيدة ثانية قصيدة ثانية ممكن هاي هاي مال والله وكت تسمع احضيري يبتيك ارادودنا يرقص الوادم كلها والله وكت تسمع احضيري يبتيك والله كبير ورادودنا يرقص الوادم كلها يعني مشكلة هي مشكلة استاذ ابراهيم احنا واقعينه مشكلة احنا اسئلك بالله القصايد القدعت بالاربعينية دابتش دابتش وموسيقى يعني هاي من يصدى لها هاي السعى الامام المهدي اخوتنا واصدقانا هاي السعى الامام المهدي يعني انا قلت لك دي الساح فايت بكربلة وسمعت قصيدة ويا شاعر بالملكوت وسام جع فرعوبي تحياتي اليه قلت له وسام شنو هذا الموضوع اغنية مولد قال هذا مولد قلت له معقولة ايام الامام الحسين والله العلي العظيم حتى تستحي 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 من روحك تستحي من روحك ورادود معروف وهي زحمة يعني اذا اذا هو الشيخ ميسولفين على المنبر وذاكه ميسولفين على المنبر صح من يخلي النقاط على الحروف من يلوذانهم انا ياهو ما تبيه يزعل خلي يزعل انا ما حاتي الا الصحيح انتش قلي تبعا انا كتلت نر خلينا سولف يا ابو الاكبر وياك او اجرب جرح قلبك كلامي يلمه اهل المنصة وانا منهم مولاي ما بينا واحد بتكذب بي لزمة نصربع دعبل بالوسط ما موجود الله باقي الحشم نحكيه كل الزحمة ابو علي وداعة تجروحك بيها لمعز بالكون لا احنا يمها ولا هيمنى الخدمة نراويها حمط الناس وانبيع تراب وتشتري الناس الخاطرك مو غشمة الشمراء على صدرك كان صاعد يا حسين واحنا على اشتافك صعدنا بهمة عندنا محرم يا ابو اليمة استثمار الوادي ممصخ موجوهة ومتحزمة يخلص محرام والحكي شي بالراس صغير كبير على الطب والخف جدمة يا جرح بي كل يوجعك يا مولاي دلينا من داوي حتى اللجمة الله اكبر ابو علي منطينا كل شي بكل شي ما بقتنعين ما نقتنع الا بزوال الخدمة يا عمبر الله شمال ننتشر بيك الله يا عمبر الله شمال ننتشر بيك وعد غير ندنان ابري مش هتلمة واحدنا تارس جيبه بوجوه الوان يلبس وجيه ينزع وجيه ما يهمه الله حسب الطلب تتغير وجوه القوم وبكل وجيه وياه بصمة ونغمة اكثرنا يا ابو اليمة ما متأجبين وأول همان المدعي بالخدمة شاك الاخر القصيدة هاي القصيدة قلت يمكن قلتها انا وملا جليل اول ما كتبت وقلتها بورقة وملا جليل قاعد يقبالي في قناة الانوار فضائية خلصنا اخذ فاصل قل لي ابو عراقها يا عليك كاتبة انا الما متأدب قلت له في دور وحلك ابو محسن ابو محسن نعم ملا انت شمع كل ادب ملا جليل كلك هاي ابو محسن انت قال لا عليها هاي هاي الروح الحسين والله العلي العظيم استاذ ابراهيم اباوه عليه هو قبالي كاميرا علي انا يبتش تحياتنا الى ابو محسن الله يحفظ ان شاء الله يطول امره ما يقول له تجي للقادم الصحيح من الاحمد الحكام يقول هاي علي فلان يقول هاي علي بس ما يأجبهم ما يأجبهم هاي واحد يقول لا شنون اهل المنصة واهل قيمون اهل المنصة شون يحكي على المنصة شون يحكي على الرواديين بابا انا مخلي اول واحد اسمي وانا منهم مولاي ياهل ياهل بالله ياهل من الشعراء والرواديين ياهل يوصل نصرب وعد دعبل امين نصرب وعد دعبل انا احنا وين احنا وين ودعبل وين شهادة خشبتي احملها ثلاثين عاما على ظهري دعبل يقول هايلي واحد يصلبنا بحب محمد ولي محمد حشي هواي صدق حشي هواي حقهم لعد يحجون اي حقهم يحجون حقهم يحجون لان ضربت مصالحهم هو هذا جسرتك هو ضربت مصالحهم يعني انا بالمناسبة خلق اقرال لهم شيء لهم انا القصيدة هاي الترجم الترجم ما حكيته عوف ربح الناس حش كلب بالحسين اشي علي بيهم انا الربح مالا المواكب وفلان دس علي انا مريده عوف ربح الناس كلب بالحسين الوادي مبغير الصدق خسرانا ايه ذبها على الحسين وخلص بالحسين اي والله مختصر كل الطرق من انا شاهدي اللي يزرع ارضي حرث اكون ايه وكون كل شيء محضر القيعانا من سماد ومن دواء ومن بذور وهاي جانا الماي ها ما جانا مدري يطلع زراع ما يطلع يوم هاك هالسنة تعبانة ايش تزرع بقاع الخدامة يطيك خضار الله ايش تزرع ايش تزرع بقاع الخدامة يطيك خضار تغوش عيون الفلح بلوانه ازرع ولا تخاف مايك ما يجيك بذرة الطب خضارات عطشانه الله ازرع ولا تخاف مايك مايجيك بذرة الطب خضارات عطشانه اليوم مرده وبحشر اخرى او عقبة لون تنترس بلوان هالسندانة الزارع بروحه صديق زرعي حلال يسولف و يلا علقه و لسانه الله الله زرع عروحه صديق زرع حلال يسولف و يلا علقه و لسانه الف مليون عم الله للحسين وبخربطت نحسين كل شنطانة الخدمة هي افلاحة والتاني الحصاد خلق يراد وصبر ومتانة وين ما تلقبتش زرعك تمام افلاحتك هاي السنة ربحانة الزارع بحية على خير الحسين يخضر العباس من بستانة الله عليك جوابوا يقيلهم هذا جوابي انا عوف ربح الناس ما لي علاقة بالناس ابو عراق الربح هذا ما للناس ادي الحسين والقضية الحسينية خطة عمر اصدالها مننا لمن ما اموت اي اي خلل بالقصية الحسينية اي خلل بالقضية الحسينية انا اكون سباق اكتب قصائدها هذا من واجبي ومن واجب كل الشعراء الشرفاء ومن واجب كل الروادي للشرفاء ان يصدون ان يصدون القضية الحسينية قضية الحسينية السادة ابراهيم بيها اساءة سألو ما بيها بيها اي بيها اساءة فواجبك وواجبي وواجب الخطيب وواجب من اللحمد وواجب كل شعر الشريف ان يصدل السلبيات وانه صحيح حتى المشاهد انت بمكان ما تباوع وتنطي لايك الغي لايك والغي المتابع ما الشاعر او الرادود ليسي ما تقدر استاد ابراهيم هو الليش نزلها هم هذا هم مسؤول المتابع هم مسؤول مسؤول بس مسؤول بس هذا سوشال ميديا انت ما تقل سيطر عليها بالنتيجة كل واحد طبعا كل واحد مسؤول هو جاي يصريف لك كل واحد مسؤول من ادنه كل واحد يصدق واني قلت لهم الله قلت لهم حتى باللقاء كان اللقاء اول اول لقاء يمكن القصيدة انقرت هي همال الترندات بقناة الانوار الفضائية الله شاهد وبالاربعينية قلت لهم للشعراء قلت لهم شعراء لا تخلونا حسين ابو عراق واحدة انا مقايب من واحد شيردون خليصوفون خليصير صوت عام بس خليصير صوت عام والله العظيم استاد ابراهيم هذا سباقتني بالموضوع خليصير صوت عام على موض حتى نصدل هاي السلبيات الموجودة لان صوت واحد ما يسوي قلت لهم قلت لهم صوت واحد ميكل اول قصيدة كتبت عفتوني واحد ما كتبتو زين وواحد هاي وثاني قصيدة كتبت هاي مثل ما يقول وهم اريدكم تكتبون وي اي اريدكم تكتبون وي اي خلنصدل هاي السلبيات هاي هو سريف لك صاد احمد يخافون اكو بيهم يخافون خافون ويدرون بالقضية وكل هاي تدر بالقضية يعرفون والله بس يخافون والله بعد وانا اعتيهج صدر اشعابي من هاي القصيدة الأخيرة وعليس الله يعزك ساد الراهيم وعلي شانا همنا شوي لامهن قوة الله يحبك واجطك شر الله يعزك ساد الراهيم في نور وحدك ما عليك زود مالله وديك تلخير والبرك من نحمد جون ويكسر الله بالحادث مالبراح حقيم هوسي بشي بس خلن ارجحهم شوي الله يحبك مالبراح يقول حريت حرت لمن أسولف وابتد مني حرت لمن أسولف وابتد مني يا عباس وصفك وانت صول الدين الله حريت 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 لمن أسولف وابتد مني يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس متحفك يا عباس يا عباس وتنادي Werار يا حسين ابصم مني حسين ابصم حسين الزاران ابصم يأحسين البدرعان وبذرعان بذرعان بذبرعان عليك الكون عليك الكون كله ندار بالفرحة قعد جبريل يمهدى ونثر صبحة أشوف المحب أشوف المحب بالموليد بالموليد تشجرح وتهوس أحباب الليلة وتهوس أحباب الليلة وتهوس أحباب الليلة صلوات اللهم صلى على محمد وعلي محمد الينا جمعة طيب الله نفاسك يا من الله أحمد لينا جمعة ومن الله أحمد خلانا نهوس وإنس مجرد جمعي أستذكر قصيدة قديمة أحد الأيام أين توديني أسال إبراهيم أحد الأيام كنا متواضوين على زيارة الإمام الحسين كل خميس مجرد جمعي سبحان الله أكون خميس من من عدن من ويدة بكربلة أعرف من أجي أمر عليهم سدم عليهم هذا كل يوم خبروني الآن قمنا بعد مادري الآن قمنا كل خميسين كل ثلاثة يلا نجي الله موفقنا كل خميسين من جنت تشنت نعم تشنت سبحان الله الآن لا أعرف توفيقنا كل خميسين ثلاثة يلا نجي خميسين كل خميس نجي في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ف أسخوا المشاغي وكثرة العمل تحس أنتك في الشي ناقص الشيحن خبرني أحد الرواديد من كربلة خدام الحسين عليه السلام قلبوا عراق التوين لأقلا بين الحرمين لأقلا بباب المخيم كانت موبايلات مطب موبايلات مطب سرصور أيام السرصور طبعا السرصور نسعدنا بالعراق نعرف المشاهدين الخارج العراق الجوال الصغير الجوال الصغير ما بي كاميرا ما بي كاميرا ما بي كاميرا فقال لي معقولة شوفي أستاذ إبراهيم قل لي معقولة شين ما جاي قلت لي لا والله بالكوت قل لي زين اليوم شي تقل لي أبو فاضل وأنا طلعت تتصلي بالجامع طلعت بتشيت فرحت للبيت أنا بالطريقة أمشي وأكتب أكتب بالبالي أجمع أفكار فالدخول صار بعدني بباب الجامع قلت للخميس الماء أجي زاير للإحسين الخميس الماء أجي زاير للإحسين بثقر ليلة الوحشة صير دنياي أحس بعيني جاهل تو مفطوم وشم حرق الخيم من نشرب الماء يطحن البعد ويطشن بالريح وغيرك مني منه يجمع أعضاي لو نبرض يطحن البعد ويطشني بالريح وغيرك مني منه يجمع أعضاي الحضرة بكل خميس الصيحي لسماء أو يا فشلة الفشلة الصيح ما جاي جبت كل عمرة صيحا ليتني وياك هالمرة شا صيحا ليتني وياي شغل أسبوع ألم لمدمع للعين وضم لك دموع أعزاز موتاي شغل أسبوع ألم لمدمع للعين وضم لك دموع أعزاز موتاي أكسر ظهر عيني على البشعليك كسر خاطر الجربة بطيحت الماي أفراق أسبوع أصيرا مثل يعقوب ومسحت عليك ترجع لي عيناي ببابك أبو علي ببابك عج داوم على الميليدين لعجد والثوابك حد هيمناي ما معتاز أحد وانت موجود ما معتاز أحد وانت موجود وأنا بظلك بعد ما دور فيهاي أرخح بالنوقي بساعة العوز ونوخني ببابك أدرع الطاي بحيث منرد حمل أسمع النوق الصيحة خيل بختك حملي وهواي ومر بالنوق ومر بالنوق من يمي ليشكون وغيظة اللي يشكك بيك وفاي وحط بيهم مرض بس الله يشفيه السكر والضغط والجلطة بعدايه غير حسين انت واللي يشك بيك يشك بمه وحليبه منين ما جاي غير حسين انت واللي يشك بيك بمه وحليبه منين ما جاي الله يعزك يعني القصيدة كانت وليدة الساعة فانت ذكرتني الليلة جمعة سبحان الله سكان سكان وهم يردون هم يردون هم شون يردون احنا وياهم وياهم سلام الله عليك سلام الله عليك سيدي يا مرحب الله يعزك بي حظة أرجع لك من الأحمد خادمك يروح الحد شامي وللمرة الثالثة أكبر قاعد يهوب أراه فد وروح لك فد وروح لك من الأحمد من الأحمد الطيب الله يعزك الله يعزك الله يعزك الشاعر على عوينات تحية لأبو يقين تحية لأبو يقين الطيب العزيز ويحفظك يقول لي أبو عراق منتج يمي أنا شو ما أحس فرحة حسائي السلام الله أحمد أنا اليوم فرحان به هو فرحان بيني الله يعزك ويحفظك علاء صار ما ينكر علاء ايه بعد هما ينكر سبحان الله مقدم ومعروف تحية لأبو يقين تحية لأبو يقين سال علاء الغالي أستاذ علاء عوينات وشكرا جزيلا لك لأن واقف فينا هذه الوقفة المشرفة بدعواته بضيوف لأعزاء خدمة الإمام الحسين وإن شاء الله دوم مثل معاهدينك أنه أنت في طريق الحسين وفي طريق خدمة الحسين وفي طريق خدام الحسين سلام الله عليهم ويقين من المخلصيني والله إنسان طيب إنسان طيب ومتواضح ويحب يخدم العالم كله دعوه دعوه الله يرزق شعر إن شاء الله إن شاء الله ويجب البوستجة من لحمة أخي احنا الروح شرفنا على الختام حتى أرجع لأبو عراق جيد فأريد قصيدة كاملة إلى الإمام المهدي سلام الله علي قصيدة إلى الإمام المهدي إلى المهدي أنا بعد مالات المهدي ما أحضر حاليا بعد هذا مشكلتك أريدك تحضر لنا هسا قصيدة حضرها بينما أنتو أروح أسولي في أبو عراق وتحضرنا القصيدة على أبو صالح سلام الله علي قصيدة كاملة تقراها لا لا موت بطع منا ومنا نرجع لأبو عراق أستاذ إبراين حبيب تدوره لك قدك سالفة يا أبو صالح أوه سوالف صدق والله سوالف صعير موقف نخيته دي أنا ما خافت يعني خافت تنحسب علي يعني أبو صالح هو عايش بنفسك أقوم يا مهدي الله هو قد يا مهدي يا صاحب الزمان فأنا يعني كد وجود صاحب الزمان لأن أنا في اليوم من الأيام قلت لهم إحنا ما عدنا ما عدنا هيك روايات بس ومن سألك بيها قلوية حاضر إحنا عدنا بالمجالس هاي الأفراح وهاي الزهرة حاضرة يقينا إن الزهرة حاضرة مو فاطمة وردانة سألك أنت كم مرة أولدتي فاطمة وردانة سألك أنت كم مرة أولدتي أول مرة أسمحها المفتون المفتون فاطمة وردانة سألك أنت كم مرة أولدتي ليش أنت ما مولودة مرة استنتجت أنا بصف أنت أم محمد صرت مرة ومرة أم حسين صرت ومرة أم الدنيا كلها على البشر حجا خلقتي وأنت أم هاي المجالس ماكو مجلس ما حضرتي الله أنت كم مرة أولدتي الله فقلت لهم صاحب الزمان حاضر بهذا المجالس مو بس الزهرة صاحب الزمان يا ناس قالوا لي المشايخ جزاهم الله خير لهذا وكيف صاحب الزمان يحبر كل مجلس ويا أم الزهرة هاي هاي سوالك ويا صاحب الزمان يا أبا صالح بالمجالس وينك يا أبا صالح بالمجالس وينك وأدري لحظة ما تعوف حسينك الله البتش من يثقل بمجلس يعني جيت بحرارة المجلس منونينك بتشك على حسين يومية يزيد بكثر ما بذنوبنا مبتشينك يا أبا صالح بالمجالس وينك وأدري لحظة ما تعوف حسينك البتش من يثقل بمجلس يعني جيت بحرارة المجلس منونينك بتشك على حسين يومية يزيد بكثر ما بذنوبنا مبتشينك يا أبا صالح طلعتك من يا ميشان يا شمس يوسف ترى متيهينك نشوف بس عميان ملعون الذنوب والحايلة ما بيننا وما بينك يا أبا صالح ورد سئلك في السؤال اليوجعك شين يبطفو في سنينك عصرة الباب الطفيل حرقة الدار كربل الشائل هينت بعينك مو قذك أبا تشيك خلنا نروح لغير القصيدة اليوجعك أبا صالح اليوجعك شنهي حرق الخيام ابنارهن بضلوعك متشوينك اليوجعك ياهو بعد ذيك الخيول ولا ضلع خلته بصدر حسينك اليوجعك ياهو اليتامة اللي تصيح احترقنا يا ابو فاضل وينك سبي زينب آخ يا زينب الشام 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 واهل الشام الموجعينك أبو فاضل يوجعك من كل مكان الله أبو فاضل يوجعك من كل مكان الله سيدي ومولاي الله يعينك اليوم مجتمعين خدام الحسين طلعتك بدموع نمتانينك هاي الدموع طلعتك بدموع نمتانينك لباب الصالح يصيح ويصيح بس يعني عقبتكم ويهتي نند لعقبات ولسها مقدمات ان شاء الله خير بحق الحسين والحسين جميع شاء الله شكرا الله خير اذا امه قصيدة بكون اقراه يعني إذا أكو مجال الروح الملأ أحمد ورشاهد ملأ أحمد ومطيناك وقت فوال خادم يقول ما محضر لا أخوة محضرة مكان واحد وصارت نتنين لا أحنا وحدة ربنا أي هو أنا حضرتك وحسب الوقت اللي يطينا يا سيد المخرج أنا خالد نحن نمشي والقصيدين طيب مبارك مبارك يا سيد مبارك كل عام وانت بخير مهدي كل عام وانت بخير مهدي مبارك مبارك يا سيد مبارك 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 يا سيدي مبارك كل عام وانت بخير مهدي كل عام وانت بخير مهدي قالوا لي لا تفرح ترق هالفرحة مات في إيدك ما راي ديني أحتفيل يا سيدي بعيدك وجهك العيد وقلب لي مفارك ترى يريدك وعيدي تي المهدي الصديق لما أبو سيدك لما تجي أخبارك يا سيدي مبارك كل عام وانت بخير مهدي كل عام وانت بخير مهدي كل ما أهني كان أحس بالتحني أم قصور والثانية المهدي ترى محتار شي عبور عودي إذا بات شعور يبس لما تجي خبور الله الله ودلالي باسمك سيدي لو شافك يكبر شغلتني أسرارك يا سيدي مبارك كل عام وانت بخير مهدي وجهك الخير وغير يا سيدي ما عندي أقرب شخص انت إلي وتعرف شنو لعندي أعمالنا معروضة قدامي أكثر واحد يعرفني وجهك الخير وغير يا سيدي ما عندي أقرب شخص انت إلي تعرف شنو لعندي معيشتني ناظراتك ملك وبهاي حيث وحدي اشتملك يقلوا للبشر قلت لهم والمهدي الله 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 اشتملك يقلوا للبشر قلت لهم المهدي قلت لهم والمهدي أتنوم أسيب نارك الله يا سيدي مبارك كل عام وانت بخير مهدي شماتك ثاري مموتزي أفقدك آلامي ما شوف غيرك سيدي يا المهدي قدامي رويني في دواب شوفتك قلبي لك ضامي أيامي من غيرك عدم وش تنفع أيامي غامرني بنوارك يا سيدي مبارك كل عام وانت بخير مهدي حتى ما طول هذا البيت عم نستفاد من عمنا أبو أبو عراف يمت تريد لي سيدي وبحضرتك أركع مش تاقذني نبرتك يا المنتظر تسمع عندي قناعة عيب كل شي بس جيتك أطمع الله الله إيدك على راسي يا غالي بيا وكيد تطبع الله الله إيدك ويقولون يمسح الإمام على القلوب وعلى الرؤوس يمسح على رؤوس العباد فتكتم العقول أحسنت الله إيدك على راسي يا غالي بيا وكيد تطبع وتحسسها تاري الله يا سيدي مبارك كل عام كل عام وانت بخير مهدي لك سنت يا براف الله عفوذكم حلم القصير ومالأحمد حيدر تركي الكربنات والنعم 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 من أبو كرار هذا الإحساس والوعي الوعي بداخل القصير مثقب يوسف فتلا وإيضا مثقب الله يوقف الله أفوكم قدامي حسين طيب الله أفوكم إن شاء الله الله أفوكم جاه الحسين جوه الله تبير يريد التحكي التحكي أكو أكو موضوع يعني هذا الموضوع يعني إحنا يجوز فاهمي يجوز فاهمي غلظ يجوز يعني إحنا إحنا أدنا محرم وصفر خدامي الحسين يخدمون هاي مو الخدمة الحقيقية شاء الله إحنا اليوم محرم وصفر ناصبين عزة مو خدمة إحنا ناصبين فواتح ونخدم بالفواتح هاي فواتحتنا إحنا ناصبين فواتح الخدمة الحقيقية ما ورا محرم وصفر الخدمة قال الله لو سيعى بكل مكان لا نحجمها بمحرم وصفر صح الخدمة قال الله لو سيعى بكل مكان لا نحجمها بمحرم وصفر الخدمة تبدي بعد ما ننهي العزاء الخدمة ديكة الثانية تترك أثر الوخرح جارب درو بهم خدمة هاي حسين ما يرضى إدام مسلم أثر تدريش السجلك ملائكة الصراط قبل لا تعبر يسجدونك عبر المريض الزيارة بهم خدمة هاي ويفرح بخادم إذا يم حضر محتمل بزيارتك يفرح يطيب الله يمحي ويثبت وكل شيء بقدر الفرحة طيبة على السجاد العليل من سمع قالوا لأبو سحاق انتصر أي عمل بي خير سجلع للحسين تنتطاسة ما ينطونك نهار الله 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 حقيقة هاي الخدمة هي المريض زيارته هم خدمة هاي ويفرح بخادم إذا يم حضر محتمل بزيارتك يفرح يطيب الله يمحي ويثبت وكل شيء بقدر الفرحة طيبة على السجاد العليل من سمع قالوا لأبو سحاق انتصر أي عمل بي خير سجلع للحسين تنتطاسة ما ينطونك نهار رضا أهلك رضا جارك خدمة هاي اصلاح ذات البين والشاف وستر دنى عندي حسين يسون موكبيا فارغات المحتوى بلا يتمر رضا أهلك رضا جارك خدمة هاي اصلاح ذات البين والشاف وستر دنى عندي حسين يسوى موكبيا فارغات المحتوى بلا يتمر اركض الجبر الخواطر خدمة هاي احسين كسرت خاطرة وظهر انكسر اركض الجبر الخواطر خدمة هاي احسين كسرت خاطرة وظهر انكسر لا تسلم على الظالم خدمة هاي الله لا تسلم على الظالم خدمة هاي احسين ما سلم علي سلم نحر لا تسلم على الظالم خدمة هاي لا تسلم على الظالم خدمة هاي الحسين ما سلم علي سلم نحر سلم نحر كل أرض كل أرض كل أرض وكل يوم عاشر بطول الدهر وين كنت تشوف روحك بطفوف الصدقك وي العطيش لو وي عمر الحسين ما يريدك علي تبشي وتنوح وعالشريعة ويشمر ماخ الصوار كل أرض كربلا موعدنا هيك وكل يوم عاشر بطول الدهر وين تشوف روحك بطفوف الصدق وي العطيش لو وي عمر ابن سعد الحسين ما يريدك علي تبشي وتنوح وعالشريعة ويشمر ماخ الصور تباقعنا وبنعافية عليك ضائع عامة لا تسلم على الظالم خدمة هيا شو بخدمة عندي حسين فعلا هي هي خدمة حسين ما سلم عليه سلم محق مو مثلي لا يضايع مثلي لا بروح أبوك خلص نقطر السطر نقطر السطر أبو عراق يعني ما جاء واقع حقنا بعض الناس اللي يكتبون يعني هو يحس نفسه أنه هو ضايع بالساحة فليكتب يريد يعذي غيره من الرواضي بالشعرات أبو عراق اسم ما يحتاج أنه يطلع قصيدة حتى يبرز فيه لا شوف أبو عراق أبو عراق جاء يكتب من حرقة قلب يطلع يطلع اللي بقلبه يعني أنا شوفت في السيدة زينب سلام الله عليكم السلام الله عليكم أبو عراق السيدة زينب شعر العالم كلها قاعدين قام بتبكي عليه محروق قلبه أكو حرقة بالقلب تتعرف شون الشي فيك أكو واحد من يكتب شعر يحاشي المقابل يحاشي من باب هو بهايت هو ما حصل ثمرة من هاي الحضور من هذا الوجود من هاي الترنت هو اسم من لحمة اسم بالعراق يعني كتب وما كتب هو اسم بالعراق بغض النظر عن هذا كله من بداية الشعر للآن تحدث عن مواضيع بس ما حددها بشخصية ما شخصا أبدا 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 لا لا اللي يريد يضرب ويصعد يشخصا شخصا خلي شخصا خلي شخصا أنا جاي أقول عاما لا اللي يضرب ويصعد هالسا كواحد شعراء صارت لي ناطم واحد يشمر الثاني يشخصنون وباتفاق أكثر يتفقون ما خلف الكواليس ويصعدون بالمنصات واحد يحتشع الثاني حتى يصعد الترنت ويصعد عالم وتحتم مثل ما يقول العالم سيد هاي أنه أضربك وتضربني ونصعد أنت خلق سامي ربي و الأبدا والله السيد إبراهيم أنا أشوف أنا أشوف القضية القضية على عاتقنا سؤلفنا أجي الساعة على عاتقنا أنا بالنسبة لي هذا هذا لعندي هذا لعندي لا مشخص رادود ولا مشخص راعدود ولا مشخص شعل ولا مشخص صيد جاي يقدم واحد أقلهم أنا أول واحد أنا أول واحد بكم يعني أنا أقول أقول الخدمة الخدمة هي هاي الخدمة هي هاي الخدمة نواصل المريض الخدمة نصير خوشاد مين الخدمة أن نحترم نحترم جارك الخدمة أن تجبر خواطر الخدمة هاي الخدمة ليش كونوا زينا مو خلنا نعكس الصورة لنا أسوة برسول الله وبالحسين عليه السلام خلنا نكون إحنا أسوة حسنة لإمام الحسين عليه السلام ويعني اكو في الشيخ الاقراب اكو عندنا وقت احنا بالختام بس بما انه تبقى عراق الفرق بين حسينة وعيسى المسيح الفرق بين حسينة وعيسى المسيح موس والد بده الهلطيها الاكمه والابرص يداويها المسيح وبيده يمسح روسها يشافيها احسين ما يداوي العلة يمسح بديها اكو غرفة بالصحة تلقيها اهناك ينطونك عليك شدة بديك وبعد بالوصفة لا جيش بيها اقل من حبة عدس تربة صلاة اقل من حبة عدس تربة شفاء عليك استكبوسها وخليها عيسى يمسح بيده ومتعب بديه المستحصيات تربك يشافيها نعوف كل شي بالامانات ونزور صح نعوف كل شي بالامانات ونزور هاي حكمة وجودك بسويها فارغات يجيبنا لما نجيك وبالحوائج نطلع نترسيها الله احزك لا احزك لا اخر القصيدة ان شاء الله Smith فدوره لك الله يحزك من الله فدوره لك تاجراتك الله يحبه والله أتمنى ما تخلص الحل الله يحبه سبحان الله وملاحمد وياك انت ما تدرمي وقت تتقصار هسه نحن أبرنا العشرة والس سبحان الله الحمد لله وشكرا ملاحمد ختامنا يما بصالح يملك القصيدة الثانية نقراها ونختم نتقرى بصالح ونختم من تقرأ دعيننا ملاحمد والله يا عمي الله يوفقك جاه الحمد فيديو أروح لك ووفقنا وياكم مضي على درب الحسين الله عزيزك امير ابو يا عبد يقول أشرق بدر والين الليلًا ولد مهدينا عيد عيد يرافض عيد عيد يرافض أشرق بدر والين الليلًا ولد مهدينا عيد عيد يرافض عيد عيد يا الرافض قائم أهل بيت النبي بهاي المسي شع نورة بالكون وزهر فوق الوطية للدنيا ميلاد الصباح أجمل هدية كل الجنان زينت لابن الزيجية بالفرح من تضرين اليالن ولد مهدين عيد عيد يا الرافض عيد عيد يا الرافض مثل الشميس وسط السماء نوري لالي وبالفرحة اليوم يبتهج قلب الموالي مسرور وينادب فخار بس انت والي يا هلب جيتك سيدي يغلل غوالي بمحبته يروين ليلن ولد مهدين عيد عيد يا الرافض عيد عيد يا الرافض يقول شمطي هدية بمولدك محتار الأرواح ونورك يعطي النعم بين الخلاق لاح أنثر لك سنين العمور نرجس وقداح هاليا لك الشيعة علي عمت هالأفراح يا نورك يمضوين ليلن ولد مهدين عيد عيد يا الرافض اشتاقي أنا وثنين العمور خلص التمني شم يمت يا نور الدهار تسمح مني وبطلعتك يا بني الحس علقي تظني واجب علي سيدي كل شيعي هني واجب علي سيدي كل شيعي هني عجل يسر هدين ليلن ولد مهدين عيد يا الرافض عبروحة مغرور البشر ما أدري ليش عبروحة مغرور البشر ما أدري ليش وهو أضعف ما خلق سبحانه عابية وصحة إذا ربك نطاه ما تحمل الدنيا وانك عبروحة مغرور البشر ما أدري ليش وهو أضعف ما خلق سبحانه عافية وصحة إذا ربك نطاه ما تحمل الدنيا آن وآن وإذا صار بظافرة شوية طحين لازم يشيل العرب من نانه مصحيح إذا صار بظافرة شوية طحين لازم يشيل العرب من نانه ولدت مرض مرض جدا بسيط ينخطف وجه وتطي حلوانه يكسر الخاطر وعمت عيني عليه تشان ما حد يقدر على الثاني هو هذا البشر حش السامح هو هذا البشر يا من هم ودا بلحظة تتهاوى جميع أركانه أقوب ذيك الفخفخة وذاك الغرور تقوم تستعطف علي نسوانه الله أقوب ذاك الفخفخة وذاك الغرور تقوم تستعطف علي نسوانه هي صفنه هي جلطة وتلتمل وادم عليه وتلتمل منه والمنانه قبل ساعة الحجب وفلان العزيز بس أشيلوها الجنازة ويعني وعلي بس خدام أبو اليمة الحسين تبقى دنيا وآخرة ربحانه الله صلى على الله وعلي بس خدام أبو اليمة الحسين تبقى دنيا وآخرة ربحانه دنيا وآخرة يا أبو عبد الله يسجني في الوروح لك طيب الله أمين السادة إبراهيم حبيب إحنا نفصل البرنامج لنهي الحلقة بس إحنا هنا مالذي الله لك خير يوم قاعدين الله ينزل شاي موجود والله ونزع على عشاء بعد نكمل شوفك في الوروح لك سادة إبراهيم وياك والله الله ينزل خير وبركة أنا أشكركم اليوم حقيقة والله ماعرف شون يعني أنا لساني آجز بالشكر حقيق الله يحظك والله شكر إليك أصحاب الدعوة شاهد الحسين آجز عن شكر الله ينزل في الوروح لك يوفقك إن شاء الله ويأخذ مجيكم إن شاء الله ويعيد عليكم إن شاء الله هاي الأيام والمسارات إن شاء الله بالصحة والأمان شكرا إليك وشكرا هاي القناة المباركة في قناة الإمام المهدي شكرا لكل الجنود الموجودين خلف الكاميرات المصطفى البيوشي الله يحظه الله يحظه سيد مصطفى الحبيب كل خدمة الإمام الحسين في هاي القناة وشكرا إليك شكرا روحك الطيبة إن شاء الله يا طيب أصد إبراهيم في الوروح لك الله يحظه شكرا شكرا خاص إليك لأن توفقت أنا أجي مع عمي أبو عراف يا راس يا راس القاعدة الحلوة شعر هارة وهالروحية طيبة ما عليك زود يعني مو تسمع يعني مو حتي حتي لا أكو شيء يطلع من القلب أنا أتشكر من الأخ الشاعر كذلك الأستاذ علاء بدر أويناس لأن كان سبب في إنه الأخوة يكونون معانا في حلقة هذه الليلة من برنامج أفراق الشعبانية شكرا لضيوفنا العزاء خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه وإن شاء الله مع المهدي ومع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة شكرا للأخوة جميعا الذين هم خلف الكواليس من الهندفة الصوتية والمصورين والإخراج وجميع العاملين وعلى الأخوة كذلك على السوشل ميديا كل الأخوة إن شاء الله المهدي ياخذ بيديهم ويقضى حوائجهم في الجميع ويسترهم ويمطيهم مرادهم وحقهو الحسين ندعو لهم كنا صحاب حوائج آني الديوك الكادر كنا صحاب حوائج وهاي ليالي فرح العداء المحمد وينطون وعباتهم وهواي وعطاياهم وهواي وكنا نطرق باب المهدي بالأفراح ينطون بس بالحزين كون نحن ينطون كون ننطين وينطون وينطون بس احنا هذا الباب بالأفراح المطور احنا بعد مثل ما يقول ننقى هداياهم ننقى هداياهم في الختام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين ايديه برنامج افراح شعبانية مستمر وياكم في كل ليلة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت كربلاء المقدسة من على شاشة قناة المهدي فضائية نلتقيكم ان شاء الله ومع خدام فسيدي منين ان شاء الله في امان الله وحب له ينبس مهلال خط البرحة مرسال مولد خمسة ابطال مولد كربلاء ينبس مهلال خط البرحة مرسال مولد خمسة ابطال مولد كربلاء يا قلبي طاير من ظنوعي اسرع من دموعي يحتي عن موضوعي لحسيني من صدق حم بيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعبان شعبان اشتركوا في القناة